اذا ايضا حول تحركات الاسواق العالمية تنضم الينا نادية البلاسي محللة اسواق المال في ايكوتي جروب اهلا بك كما سمعنا في هذا العرض الذي قدمته الزميلة رولا حول الانتخابات النصفية للكونغرس الامريكي برأيك كان يوم امس هناك تداولات ايجابية في المؤشرات الامريكية وايضا نشهد اليوم هناك بعض الضغوط على الدولار ما هي الاسباب التي ادت الى هذا المشهد في تداولات خضراء بالنسبة للمؤشرات الامريكية في جلسة يوم امس بالامس شاهدنا بعد التقييمة الايجابية والتي دفعت بعد ان قرر المستثمرون ان يتخلوا عن الدولار والنقد وان يتوجهوا الى اصول اخرى المخاطرة اتت بعد البيانات المتبينة في الولايات المتحدة الوظائف خارج القطاع الزراعي كان بياناته قوية وكان هناك ارقام قوية وهذا يشير الى ان الفيدرالي سيستمر في زيادة معدلات الفائدة بوتيرة قوية الا ان الشائعات في الاسواق تشير الى انه سيقوم بوتيرة ابطأ للرافعة بخمسين نقطة اساس ونعلم كيف ان السياسة النقدي المتشددة تؤثر سلبا على اسواق الاسهم وبالتالي كانت الشائعات هي التي دفعت الى الوتيرة الايجابية وايضا الى شهية المخاطرة في الاسواق وهذا ما تبعه في الاسواق الاسيوية صباح اليوم نعم الذهب بالامس سجل يعني بعض التراجعات بعض وصوله لاعلى ارتفاعات في حوالي شهرين ونصف ما الذي يحدث مع الذهب كملاث امن في فترة المقبلة كما قلت الاسواق قد تحولت الى شراء الاصول ولذلك بعد البيانات القوية لقطاع غير الزراعي من المتوقع ان تكون الوظائف قوية والاسعار سترتفع الى هذا ما سيكسر مستوى المقاومة 1675 اذا هذه البيانات تجعل المستثمرين يرون الذهب بشكل مختلف وبسبب ايضا السياسة المتشددة الفيدرالي التي دعمت الدولار الامريكي والذي تراجع قليلا واصبح هناك اعادة للهجة المتشددة للفيدرالي فشهدنا ضعف اداء الدولار وبالتالي ظلت اسعار الذهب مرتفعة كان لقد تراجعت قليلا ولكنها لا تزال عند مستويتها العالية لا سيما بعد التراجعات التي شهدناها خلال الاشهر القليل الماضية بسبب ارتفاع الدولار نعم نعم ناديا فيما يتعلق ايضا بالبيانات التضخم الذي تترقبها الاسواق بيانات التضخم الامريكية لكن اليوم عم نشهد ايضا هناك تحركات متبينة في الاسواق الاسيوية لكن مكاسب واضحة على المؤشرات اليابانية من بعد تقرير ايضا لصناع السياسة النقدية حول السياسة النقدية التيسيرية التي تقوم بها اليابان برأيك الى اي مدى ستستمر اليابان في هذه السياسة في الفترة المقبلة؟ بنك اليابان يتدخل ولكن بعد المدربات التي تم إليها في الاسواق وذلك الاستقرار الياباني ولذلك وصلنا عند مستوى تعالية 146 حتى 148 ولا يزال في هذا النطاق العالي ولكن فيما يتعلق بالصين لدينا شائعات ايضا في الاسواق لدينا انهاء سياسة صفر كوفيد والاسهم الاسيوية او المستثمرون الاسيويون كانوا يقضون الاسواق ولكنهم يتبعون والستريت لا سيما انه كان هناك ضعف في الاقتصاد الصيني وتحول وفكرة تحول الصين عن سياسة صفر كوفيد شكرا جزيلا لك نادية البلاسي محللة الاسواق في ايكوتي جروب شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك اشتركوا في القناة